يا مساء النور على أجمل نجوم ومتابعين في الدنيا دي كلها إزايكم يا حبايب قلبي؟ عاملين إيه؟ أهلا بيكم في قناة نجمة القصص الكاملة معاكم بسمالة صالح لما تلاقي الدنيا دائب بك قوي غمض عيونك واخد نفس وخلي قلبك هو اللي بيتكلم طب إزاي؟ اقفل بقك خالص وما تحركش لسانك وابدأ اتكلم ربنا وقول من كل قلبك يا رب يا رب أنا تعبان قوي أنا محتاج لك قوي يا رب أنا تايه من غيرك مش قاعد روصة اللي دي أنا عاوزه مش عارفها عمل إيه أصلا طب حل مشاكل إزاي؟ طي برديك إزاي يا رب؟ اتكلم فعلا من كل قلبك المفاجأة بقى إن ربنا هيرد عليك وإن ربنا هيستجب ليك ربنا قرى بليك من أي حد ربنا سبحانه وتعالى هيكلم الملائكة ويقول يا ملائكتي أجيب دعاء عبدي فلانة في طلبي فترد الملائكة وتقول هو ما طلبش يا رب ده احنا ملازمينه فيقول الله عز وجل لأ هو طلب بس انتم مش قريبين منه زي ما أنا قريب منه هو طلب بقلبه وعايز أقول لكم إنكم وحشتني جدا 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 من القصة اللي فاتت وجيلكم بقصة جميلة جدا للكاتبة الجميلة نادا أحمد وقبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلى عن نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسكر ربنا في الكومنتات ويلا بينا نشوف قصتنا بتقول إيه النهاردة في أسر كبير جدا كانت دخلة نور اللي كانت بتعدل نظرتها وكانت عاملة شعرها كحكة وشكلها مبهدل شوية وبتبص حواليها باستغراب لإن كان الأسر مبهدل وفوضوي جدا طلعت قضة فوق وأول لما دخلت اتخضت لما لقيت بنت نايمة جنب فارس مدرها في وضع مش لطيف جدا قالت نور في نفسها يا نهار مش فايت صحيت البنت اللي كانت نايمة جنب فارس وبصت لنور ومسكت لبسها وبعد كده لبست وأخدت الفلوس من عليكم مدينه وخرجت من غير ما تتكلم أما نور قربت من فارس عشان تصحي لإنه تأخر على الاجتماع فقالت نور بكسوف من بعيد مستر فارس مستر فارس أه أستاذ فارس فضلت تنادي علي كتير لكن من غير فايدة لحد لما قربت منه جدا وهنا فارس شدها لحضنه لإنه كان مفكرها البنت اللي كانت بايتها معان بارح نور كانت بتحاول تبعد عنه وقعدت تقول مستر فارس لو سمحت تبعد كده ما يصحش وكانت في سرها بتلعن حظه وإنها مش لقيا شغل تاني وهو ده الشغل المتاح لها بس ما كانتش عايزة يكون الشغل بالطريقة دي فارس بعد عنها وقال انت بتعملي ايه هنا يا غبية انت نور حاولتنا تباينش عصابيتها عشان هي لسه جديدة في الشغل ومش عايزة تخسره أنا أنا أسفل حضرتك جدا كنت بس صحيح لأن ورانا ميتينج مهم جدا كمان نص ساعة وحضرتك اتأخرت والساعة كده من قدامي أم إنك غبية صحيح قالت نور في نفسها غبية مين بس يا متخلف انت أنا مش عارفة انت مغرورة على ايه والله فارس خرج من الشاور ولبس هدومه والأنور قاعدة في العربية ورا مكن ما كانتش قاعدة جنب السواق كانت عربية ببا باكي يعني ولا ايه أستاذ نور اطلق قدام فقالت بإحراج أنا أسفة ونزلت رجبك جنب السواق وكانت طول الطريق سكته أما فارس كان ورا مش مركز غرف ورق الشغل وبعد شوية وصلوا الشركة وبدأ الاجتماع اللي كان مع أهم رجال الأعمال وبعد مدة كان انتهى الاجتماع ودخلت نور بالقهوة وكان معاها ورق الشغل مستر فارس هو هو ممكن طلب إنساني من حضرتك فرد باستهزاء طلب إنساني اتفضل أنا أنا بصراحة كنت محتاجة مبلغ من حضرتك يعني وهسده من المرتب من أول عقد عايزة انت عايزة كام إن شاء الله بصراحة أنا عايزة ميتين ميتين ألف جنيه نعم هو حد أقلك إن أنا بوزع فلوس ولا إيه ولا أنا فتحها سبيل هنا فردت بحزن والله حضرتك ماما لازم تعمل عملية في أسرع وقت وأنا مستعد أكتب لحضرتك أي ضمام بالفلوس واشتغل ليل مع نهار عشان يسدي المبلغ ده لحضرتك وهنا قطع حدثه مرن التليفون فارس رده وبيشاور لنور إنها تطلع برا لحظة قاله إزايك يا جدي وحشتني قوي فقال اسماعيل جده يا واد لو كنت فاكر جدك صحيح كنت جد تزوره ما انت يا جدي اللي حكمت علي أيوة يا فارس أنا فاكر كويس كلامي إن أنا قلت لك عشان تدخل بيتي لازم تتجوز يا فارس وأنا قلت لك يا جده إن أنا مش عايزة تجوز دلوقتي طيب اسمع بقى يا فارس عشان أنا مش ضمن أعيش لبكرة في خلال شهر يا فارس لو ما كنتش متجوز أو على الأقل خاطب أنا أحرمك من كل فلوسي أنت أنت بتقول إيه جده أنا دلعتك كتير وده آخر كلامة عندي طيب يا جده مع سلامة وقاف الفارس ومتعصب جدا وما كانش طيق نفسه خبطت نور بخوف فقال بجدية اتزفتي عايزة إيه كنت بكلم حضرتك في موضوع الفلوس يعني أنا مش موافق ويلا على برة كانت نور ريسة هتخرج وهي حاسة أن الدنيا كلها وقفت في وشها وماش عارفها تتصرف إزاي وتنقذ والدتها المريضة إزاي لكن قطع عصد فارس اللي قال استني عندك لكي عندي عرض جميل جدا وهديكي أكتر من اللي انت طلبتين عرض؟ عرض إيه؟ إن احنا نتجوز اتصدمت نوره معرفتش ترد لكن هو اتكلم وقال بصي كل واحد منا عايز مصلحة من التاني انت عايزة فلوس عشان والدتك وأنا كمان محتاج واحدة انها ببن انها بنت ناس وفي خلال ست شهور هنتطلق وكل واحد هيرجع حياته وفي الست شهور دول كل واحد في حاله وفي حياته بس قدام الناس احنا متجوزين انت خلاص قررت ان انا وفقت وبتقرر هنعيش إزاي كمان صلاة النبي أحسن ده عرض عادي يعني وممكن اجيب اي واحدة غيري بس طلبك مرفوض ويلا على برة وانا مش بسلي في حد حاجة برة طيب يا مستر فارس طب طب نتفهم بس انا قلت برة نور خرجت وهي مش عارفة هتروح فين وهتروح بيتها ازاي طب هتقول ايه لولدتها وكانت قاعدة قبل انتهاء الشغل بساعة جالها تليفون ان والدتها تعبت وانهم نقلوها لمستشف ولازم تروح تدفع مصاريف المستشف نور قفلت الموبايل وهي مش عارفة تعمل ايه ولا تجيب فلوس ازاي دخلت المكتب فجأة على فارس وبدون اي مقدمات قالت انا موافقة تجاوزك فارس بصلها واتفاجئ جدا لكنه ابتسم بخبص متأكدة انت عارفة انت لو وافقت دلوقتي مفيش اي رجوع في قرارك تاني ايوه بس عندي شرط تديني المبلغ اللي طلبتو النهاردة انا هبعد حد من الحسابات يشوف اللازم ويدفع كل المصاريف ما تقلقيش وبصل نور من فوق لتحت اللي كان شكله دمعة بسيش جدا وكانت عادية جدا ومنظر شعرها ونظرتها نور حاسب بالاحراج من نظراته وقعدت تعدل في نظرتها فارس بستهزاء بتعدلي ايه هو اصلا في حد لسه بيلبس نظرت بالمنظر ده وكمان بيلبس لبس كده من العصر الحجري ايه يا بنتي اللي انت عملة في نفسك ده ورح مسك ايديها بكل تلقائي وخرج من المكتب ونور اتكسفت جدا انه مسك ايديه وحاولت تفلت ولكنه كان جد جدا ورجبوا العربية وطلوا على المول على فكرة انا عندي لبس بس طلع بستهزاء وكمل وقال ممكن تسقطي خالص احنا دلوقتي هنطلع نكتب الكتاب وبعدنا هنروح نشتري فستين شي تلقى بحرم فارس الشناوي وطلعوا كتبوا الكتاب وبقت نور فعلا مراته رسمي الواحد مش مصدق نفسه بقى في اي لحظة ابقى من عزباء لمتزوجة الدنيا مش مضمونة ومحدش عارف قدره ايه ودخله محل فستين وبدأ هو ينقل ايها وهي كانت وقفة مرتبكة ومحرجة جدا فارس مسك كان فستان في ايديه وقال ادخلي ايسي دولي نور دخلت قضة البروفا وكانت لبسة ترينج تقيل جدا تحت الهدوم ولاقت الفستان مفتوح ودايق فانحرجت قوي انها تخلع هدومها وتغيره وقررت انها تلبسه فوق الترينج ولبست قوي الفستان اللي كان مفتوح جدا ودايق عليه وحاست ان الفستان كاتم على نفسها وانها مش عارفة تتنفذ جات تفك السستة لكن معرفتش واتحشرت في الفستان وما قدرتش تتكلم وفارس استغيبها جدا وكان واقف برا الان خبت على الباب فقال فارس من ورا باب البروفا نور انت خلصتي ولا لسه ايه بنتي التأخير ده كله نور كانت جوا الفستان اللي كان مغطي وشة وقدي وما كانتش عارفة تطلع منه فقالت نور بصوت مبحوح الحقني يا فارس انا اتحشرت انا اتحشرت في الفستان هتحد من البنات اللي شغالين في المحل بسرعة انا انا بتخنق يا لهوة على غبائك فاردب باختناء محتاجة بنت بسرعة مفيش بنات في المحل هنا بقولك اتحشرت يا جدع انقذوني يا عالم فارس ضحك في سره عليها طيب خلاص انا ادخل اصاعدك انت انت بتقول ايه اوعى تفتح انا بقولك هاو فتح فارس وما سمعش ليها ودخل عليها البروفة وشاف نور وكان منظرها مضحك جدا وكانت محشورة في الفستان بسبب وكانت محشورة من جوه وما كانتش عارفة تتحرك نهائي وعمالة تفرج مستر فارس انا بقولك اتلع برا بدل ما سوت ولا ما عليك المول كله اثبتي بقى عشان اعرف اخرجك من الفستان ده انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده لابسة فستان فوق ترينجي تقيل يا متخلفة ايه ده نور تحركت كتير وبدأت تبعد عنه وتفرج كتير فارس مزقها من الفستان وقال بطلت تتحركي بقى نور من الاحراج والكصوف وقفت وسكتت ولكن فجأة اتصدموا لما حد فتح عليهم البروفا وكانت ايه كانت صحبة المحل اللي هي وطت فارس فقال فارس بصدمه ماما انت ازاي تدخل هنا ومين دي يا فارس دي دي لا دي ماما نور دي بنت كويسة جدا ومن عيلا كويسة وانا بحبها مين دي يا فارس وتعرفها منين نور دي بقى مساعدة الخاصة وقرى بحد لي برضو مين دي نعرفها منين مين اهلها ومعاهم ايه انا كنت هعرفكم عليها في الوقت المناسب اه والوقت المناسب ده امتى بقى ان شاء الله لما تخلفه ولا ايه بقى لك قد ايه متجوز والجوازة دي رسمي يعني ولا ايه ايوة يا ماما طبعا رسمي نور دي بنت ناس ومحترمة جدا وبنت الناس دي اهلها سايبنا هتتجوز في السر لا طبعا احنا متجوزناش في السر بس كتبنا كتبنا مش اكتر لكن طبعا هنعلن جوازنا وفارس اخد نور وخرجه بدون ولا كلمة رجبت نور العربية وقالت انت ازاي تدخل علي البروفا انت فكرة انها بص الواحدة زيك ولا ايه زيه لمالي انت زي الفل بس خراسي بقى وبطلي راغي هو احنا احنا رايحين فين احنا رايحين البيت بتاعي لا انا عايزة روح لو سمحت نزلني على جنب هنا هو احنا مش بنا اتفاق ولا ايه احنا نروح البيت الاول عشان تجازي عشان اهلي يشوفوك بمنظر كويس نور فضلت سكتة طول الطريق ولكنها مردتش عليها يلا وصلنا انزلي يلا نزلت نور ووصلها فارس قوضة وكان فيها خبير التجميل انا عاوزك تصبطيها كده وتخليها شيء جدا بدل ما هي مبهدلة في نفسها كده وقومي البس يلا عشان كمان ساعة المفروض ان احنا نكون في بيجدي وبنعلن جوازنا في الحفلة اللي هو عملهن نور كان وشها احمر من الغضب وبتقول في سرها بارد ومغرور قوي خرج فارس وبدأت نور تلبس وفكت شعرها اللي كان طويل وكانت دايما بتربطه كحكة قدام الناس ولبست الفستان اللي كان طحفة قوي وخبيرت التجميل بدأت تجاهزها وبصت نور لنفسها في المراية بإعجاب فقالت بثقة اما نشوف بقى يا سي فارس ايه اخرتها معاك مش انا نبهدلة في نفسي ده انا هجننك كان واقف تحت مستنيها تخلص وكان لابس بدلة شيك جدا وفجأة رفع عينه الفوق لما سمع صوت الهيلز بتاعها لقى نور نازلة واللي كان فعلا شكلها متغير جدا وشكلها حلو قوي كانت لابسة في ستان اوف فايت وفرضى شعرها على اكتفها لدرجة ان يومين شدت جمالها معرفش يقف وكان في عيونه نظرة انبهار وهي ارتبكت جدا من نظراته وفجأة وقعب بسبب الكعب لكن هو جري والحقها ومسكها قبل ما تقع وتعف عيونها وقال انتي كويسة نور ما كانتش قادر تركز غير في عيونه الرمادي اللي اول مرة تلاحظها حلوة اللينسز اللي انتي لابسها دي انتي ما بتلبسهاش ليه في الشغل لينسز لينسز ايه دعيني يا طحفة دبجت وقرب منها وقال بس انتي شكلك حلوة قوي كيوتة بدأت نور ترجع خصلة شعرها ورودناها بكسوف يعني انا مش مبهدلة في نفسي ده انا كنت غلطة لما انا قلت كده انا اسف على اللي قلته لك نور وقتها استغربت تحول المفاجئ مرة واحدة بس اكتفت ان هي تهز راسها وتحركوا على بيت جد فارس وبعد شوية وصلوا بيت الجد ورحب بيهم اسماعيل جدا وسلم على نور اهلا بمرض حفيدي ما شاء الله زي الامر يا بنتي تعالي لما اعرفك على باقي العيلة يا حبيب اوجه كلامه الفارس هو بيقول شاقية وز زي جدك ومختار عروسة زي الامر ضحك فارس ونور اتحرجت جدا وبدأت تتعرف على العيلة وتتعرف كمان على الناس كلها وبعد شوية اشتغلت اغنية وطلعت نور مع فارس عشان يرقصه مسك فارس ايديه وهمس جنبه ادناه بقلق وهو بيقول انتي انتي بتعرفي ترقصي بصرت له بثقة وبدأت ترقص معاه وكانت رقصة مميزة جدا خلوا الجميع ينتبه ليهم ويركز معاهم جدا وهو مبهر ما كانش يتوقع انه تعرف تكون بترقص بالشكل ده وانتهت الرقصة لما هو رفع على الفوق ولف به والكل سقف ليه فارس بابتسامة وغمزة ما كنتش عارف انك حلوة قوي كده في الرأس لأ بهرتين بجد شابه ليك يا امر قالت نور برفعت حاجب ما تستقلش بيا بس وفجأة النور قطع وحد شد النور لبعيد وفارس راح يشوف مشكلة النور وما انتبعش انه نور اختفت وفي الجراش كان قدعم بيشل ايده من على عين نور وكان لصحات ايده على بقه علشان ما تصرخشوا حد يسمعهم نور اول لما شفته وسعت عينيه لانه كان مسافر وده طلع ابن عمها ادهم اللي كان مفاهيمها انه هو مسافر عشان يكون نفسه ويتجوزه وهو شغال اصلا في الاساس حارس عند فارس وبيشتغل الصبح شغلانة تانية وكان مش حابب يعرفها حاجة زي دي عشان ما يقلش في نظرها يعني ايه ده فقال ادهم بغضب انت بتعملي ايه هنا وايه اللي انت عاملة في نفسك ده نور نور بصت له وسكتت وما كانتش عارفة تقول ايه انت يا نور فقالت بخوف ها هفهمك كل حاجة والله العظيم مزي ما انت فاهم خالص وحكيت له نور عن اتفاقها مع فارس وانه دفع لها تكاليف علاج والدتها مقابل انها هتمثل لفترة انها امراته وبعد كده هيتطلقه انت ازاي بتعملي كده ازاي بتعملي كده من غير ما ترجعيلي يا ده ماما كانت محتاجة تعمل عملية في اسرع وقت ولسه قدامها فترة عبالة ما تعملها هي دلوقتي بتعمل تحاليل وتعبت جدا الفترة الاخيرة وانا مش هقدر اشوفها كده واسكت وقلت يا اهو اقول حمر شغال في ساقية ومش هيعرف حاجة بس شوفي ربنا وتدابيره يا ست نور والله انا كنت هقولك بس ماما تعبت جدا بعد اذنك بقى عشان ما حدش يلاحظ حاجة استني هنا فاهميني افاهمك ايه يعني ايه تمثل انك مراطب هو ايه اللي مش مفهوم يعني هتبتي معه في مكان واحد اقصد كلامي معرفش معرفش لسه اي حاجة يعني ايه ما تعرفيش او ما لتعرفي ايه بالزبط فقالت بينهيار ودموع معرفش يا اذنك معرفش حاجة يكون في علمك انا مش هسقط رجع فارس من باب الجنينة وكان النور جاه ولقى نور وقفة مع ادهم فارس راح عليهم وبيقول بتعملي ايه هنا يا نور اصلي فقطعها ادهم نور هنم خافت لما النور قطع ولايتها هنا ومعرفتش ترجع وانا كنت رجعها بنفسي طيب ماشي رح شوف انت شغلك ادهم بصرهم بغضب ومشي ورجع فارس ونور القصر وخلصت الحفلة قال اسماعيل جد فارس الف مبروك يا ولادي يلا بقى طلعوا على قدتكم تلاقيكم عايزين ترتاحوا شوية قدتنا ايه يا جدو هو احنا هنبات هنا النهاردة ايوة انت هتعيشوا معايا كمان هنا هو انا مقلت لكمش ولا ايه وانت مش هتقعد لوحدك تاني هناك الى قصر كبير او انا قلت للخدم ينضف قدتك الصبح فارس ما كانش عارف يقول ايه لكن اضطر يوافق واخد نور وطلع القده واول لما فارس قفر الباب عليهم انا مش هقعد هنا انا مش هقعد هنا لو انت في قده واحدة ده ازاي يعني وجد لما يشوف كل واحد في قده هيكون ايه التصرف يا نور معرفش بس ده ما كانش اتفاقنا اتفاقنا كان كل واحد ملوش دعوة بالتاني ماشي ما هو ده اللي هيحصل بس ما ينفعش طول ما احنا عايشين مع جدي ان احنا نباين اي حاجة من اتفاقنا لازم نباين ان احنا زي اي زوجين مش هفضل افكرت كل شوية باتفاقنا ده انا مش ناقص اضاع فارس نام على الكنبة ونور نامت على السرير بس معرفش تنام وجد لها رسالة من قدم انها لازم تنزل حالا بدل ما هو يطلع له نور اخد التليفونة ونزلت في هدوء عشان فارس ما يشحاش ونزلت لادهم في ايه ادهم انت ازاي تجيبني على ملوش كده افرد حد شافنا دلوقتي نور انا مش مستحمل اشوفك نايمة مع راجل في قده واحدة انت كنت هتبقى مراطي يا ادهم ده وضع مؤقت وبجدا هو مش متفقين اصلا وكل واحد فحاله بدأ ادهم يحاول اقترب منها بخطوات انا بحبك ادهم بس لو سمحت ابعد ماينفعش تقرب اكتر من كده انا مش قادر يا نور انا عايز اقول لك كل انك بتاعتي انا وبس وهنا فارس دخل عليهم وسمع اخر كلامهم فارس محاشش بنفسه غره هو بيلكم ادهم هو اقع على الارض وشد نوره وطلع بيا على الاودة وشكله ما كانش يبشر بالخير نهائي افل عليهم الباب وبص النور بغضب ورماع على سريره وبدأ يقرب منه وبيخلع عميسه وبقى عارس صدر وهي خافت جدا وتوترت فارس انت انت بتعمل ايه ده مش اتفاقنا فرد بغضب بقى بتستغفليني قلت او اهبل ونايم والله يا نور لنقدمك وبدأ يقرب منها اكتر وهنا نور خافت اكتر وبقتش قادرة تنتق من الخوف لحد لما قرب منها جدا وبص في عينه انت تعرفيه نور هزت راسها من الخوف ان ايوة تعرفه فقال بغيرة من امتى وازاي نور كان السكتة من كتر الخوف فقال فارس بغضب اعمى انطعي ادعم يبقى ابنة عمي والمفروض كنا هنتجاوز لما ادعم يكون نفسه انت زي ما قلتليش حاجة زي دي انا جزك يا نور حتى لو جوازنا بشكل مؤقت او مش كامل بس ده اسمه جواز وانت مراتي قدام ربنا والناس كلها ايه بتحترميني وايه ياكل ما حكواقفها معاه انت فاهمة يا نور نور الدموع نزلت من عيونه وقالت حاضر انا اسفة بس ممكن تبعد عني شوية انا خايفة منك قوي فارس قعد على السرير وما كانش عارف ينام وحس بغيرة وبقى بينكر ده لان اصلا مفروض انه النور ما تهمهوش هو ما كانش عايز يقع في الحب ولكن الغيرة كانت مسيطرة عليه وعميات جدا كان عايز يثبت لنفسه انه نور له هو وبس حتى لو الوضع ده وضع مؤقت فدل مستاني لحد ما نور نامت على الكنبة ورح شلع واخدها في حضنه ونام وفي صباح يوم جديد نور صحيت ولقت فارس جنبه وافتكرت انها قامت ونامت جنبه فقالت نور بخوف اول لما لقيت فارس صحي انا انا اسفة والله مقصدش معرفش جيت نمت جنبك بجد ازاي اخر مرة والله مش هتتكرر اهدي بس مفيش حاجة انت صعبت علي قولت تنامي عادي على السرير بدل ما اتكارب اتقصر جسمك نورك كسفت جدا وقامت تغير هدومها يلا جهازي عشان ورنا مشوار مهم مشوار ايه هتعرفي لما نوصل لبسة نور فستانشيك جدا ورفعت شعرها دي الحصان وفارس فضل صرحان فيها شوية وتنح في جمالها واول مرة يركز انها جميلة قوي كده نزلت مع فارس وسلمه على جده ورجبت معاه العربية قدام ادم اللي كان ساكت ومش عارف يقول ايه وكان بان الغضب عليه وفي العربية قالت نور احنا هنروح فين هنروح لمامتك تشوفيه ونطلع مشوار بعدها فردت بفرحة طفولية بجد انت هتودينا شوف ماما ايوا يا ستي نور مسكت ايده بعفوية وهي ممتنة ليه جدا شكرا بجد يا فارس فارس حسب كهرباء في جسمه لما مسكت ايديه فابتسم ليه وكمل سواء عادي هو انت ليه ما تجوزش لحد دلوقتي اتغيرت ملامح وشه وقف بالعربية فجأة وهو غطبان فقالت بخضة في ايه اياك تسأليني تاني في حاجة ما تخصكيش انتي هتنسي نفسك ولا يا نور انا اصلا ما كنتش عاوزة تجوز نور استغربت تحوله معاها المفاجئ بس قررت انها تسقط وفضلت بصة طول الطريق من الشباك لحد لما وصل المستشفى وكانت المفاجئة من نصبها لما لقيت والدتها توفت من دقايق وكانوا لسه يتصل بيه يعرفوهم ان والدتها توفت قبل ما تدخل العمليات ومن الصدمة نور اغمى عليها وفضلت في غيبوبة شهر كامل رفضة تتقبل الواقع والاول مرة فارس يسيب كل حاجة علشان حد ساب شغله وسب كل حاجة وفضل قاعد جنب نور كان ماسك ايديه وبيعايته بيكلمه نور فتح عيونك يا نور ورجعين انا مش قادر على بعدك قلبي بيتقطع عليك يا نور ارجع الفارس انا اكتشفت اني ولا حاجة من غيرك انا عاوز نرجع نتشاكل سوا حياتي فاضية من غيرك يا نور كل ده غياب انا بحبك قوي يا نور فتح عيونك بقى كفاية كده بس ايديها ونزلت دموع على اديه فتحت عيونها ببطءه وبصتله لما قامت ولقيت فارس قاعد قدامها وماسك ايديها بحنان فارس بفرحة ولهفة نور انت كويسة فقالف بدموع ماما ماتت يا فارس ايه دي بس هي في مكان احسن من كده يا نور واحد الله البقاء لله نور اترامت نور في حضن فارس وفضلت تعيط وهو طبطب عليها وهده واخدها فارس وروحها على البيت لكن بيته هو مش بيت جده فارس عشان يخرج نور من الموت ده قرر ان هما لازم يخرجوا سوا انت قاعد سكتة ليه مش عارفة يعني المفروض اقول ايه قولي اي حاجة انا ما تعودتش انك تسكتي كده تعرف يا نور تعرفي ان انا تعلقتي بك جدا بجد يا فارس ايوة بجد انا عايز احكيلك شوية عني وفضل نور وفارس اتكلموا شوية لحد ما جاء بالليل وكانوا قاعدين في مكان جميل جدا وما حسوش بالوقت واول مرة فارس يشوف نور وهي بتضحك من بعد وفاة والدت تعرفي يا نور ادهم ابن عمك بيخضعك وبيجذب عليك فرضت بصدمة ازاي ادهم طرع متجاوز من سنة وبيضحك عليك طب الحمد لله الحمد لله انه ربنا كشف حقيقته ومر ست شهور وكانوا نور وفارس اتعلقوا ببعض جدا وقرموا من بعض وكل واحد قدر انه هو يحب التاني مش بس يحبه بل عشقه كانت قاعدة نور في القوضة وهي بتعيط ودخل فارس عليها واتفاجئ لما لقاها بتعيط وهي كانت بتعيط لان المفروض ان النهاردة مر ست شهور والمفروض انه ينفزوا كلامهم علشان يتطلقوا فقال فارس بقى لأ انت بتعيطي يا نور وايه شنة الهدوم دي انا جاهزة يا فارس جاهزة جاهزة لايه ان احنا نتطلق بص فارس في عيونها وقال انت بتهزري صح انت عايزة تطلق يا نور بصت في عيونه وهي بتهز رأسها وبتنفي كلامها لأ يا فارس انا مش عايزة تطلق منه وانا مش عايزة تطلق يا نور لاني بحبك ومقدرش تخيل حياتي من غيرك انت كل حياتي بصت له بحبه وقالت وانا كمان بحبك يا فارس انت فارس احلامي انت اماني وعودي من الايام شفت حياتي ونورتي وحجزتي مكان ودخلت الدنيا وغيرتي في عيني الالوان بالزبط اللي انا عايزه لقيته واحدة تقول للواحد بيته وقابل نجنانك حبيته يا نصيب الحلو وفرح الخام لما سألوني بحبك ليه ما لقيتش كلام اصلا ينفع يتقال وعاش في سعادة رغم ان كل واحد فيهم كان فاكر انه هو مؤقت في حياتي التالي ومحدش فيهم كان عارف ان القدر هيجمعهم والحد هنا اقدر اقول زايند وبتكون خلصة قصتنا يا حبايب قلبي حب اعرف رأيكم فيه حلوة ولا ايه وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان الفيديو يرفع ويوصل لاكبر عدد ممكن وتشيروا الفيديو لأصحابكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو اول مرة تشوفوا القناة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم يا حبايب الغالين بحبكم كتير هتوحشوني جدا 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 للقصة الجاية دمتم في حفظ الرحمن ورعايته مع السلامة